بساوكم سعيد نطل عليكم للمرة الرابعة خلال هذا اليوم المبارك أصحاب المظافين وصورة الفيل ماشي مشكل وماشي مشكل دائما نتابع حول فتح تحقيق نازيه وشفاف في المظلمية ولا جاءوا يفتحوه تحقيق نازيه وشفاف الجميع تيعرف كيفاش تم تهريب هذا المينف ليسموه ضحايا نظامين زورا وابوتانا وعدوانا الفئة اللي كانت خاصة تستفيد واللي كانت هي الحقيقية كمظلوم كما يعني تم ظلمه وتعسوف في حقها وصارقات سنوات تعدو بالعشرات من نسارها المهاني وعلى اساسيها جات المادامية وخمسطاعس سنوات الاقدامية العلمة سنوات الاقدامية شنوات الاقدامية سنوات الاقدامية الاعتبارية يعني باش يعوضوك على سنوات اللي ضعطي فيها بدلا كتي غدوز عشرة سنين دزلتي بربعة عشر زينة كتي غدوز بعشرة سنين دزلتي بخمسطاعش سنة من سلم الى سلم تعوضك على هذوك السنوات اللي تدفوق عشر سنوات كان خاصة تدوز عشرة دزلتي بربعة عشر كان خاصة تدوز عشرة دزلتي بسبعتاش اوخ بالخمسطاعش تلقوا هذو اللي دارهم ضحايا دايز من التاسع للعشر غير بستة سنين وما مكملش تس شرط النظام ما عندوش تس شرط النظام دي عشرة سنين ديش بستة سنين فقط ولو عاطينو سنوات الاقدامية الاعتبارية وهو ما مكملش تعاشرة سنين وجاء العاشر تاني عندو غير ستة سنين في العاشر ما مكملش تعاشرة سنين وتحدف من الاسلاك يعني الوضعية الادارية دياله صبحت نهائية ما بقى يتسالش ما بقاش خدام مع الدولة ما بقاش يتسال وجاء وعطاه وداروه بانه وراء بحال هذا يزبير بعطا عشر وراء خمسطاعش سنة هو وراء ديشغل بستة من التاسع للعاشر وعندو غير ستة سنين في التاسع في العاشر ودوزوه اللحظة عشر غير بستة سنين وردوه بانه وراء كان مضرور وكانت سرقت منه سنوات اعتبارية وجاء وعطاه سنوات الاقدامية الاعتبارية عندو غير ستة سنين زادوه اربعات سنين كملوه للشرط النظامي قيدوه في جداول طرقي دوزوه ما حسبوش ما استطبقوش فيه الكوطة ودوزوه اوتوماتيكموه اللحظة عشر وباقي راجع ذو ركايا فيقول لي فتحو فتح تحقيق نازيه وشفاف لا فتحو تحقيق نازيه وشفاف غيلقوك دوزوه ديز من ستاسع للعاشر بستة سنين وصارق منصيب مالي ديز غير مرة واحدة في مساره المياني وانتا ديك الساعة مكوكة طيب مع ثلاثة المرات ولا ربع لي ديز وزادوك الثالث والرابع وديز بستة سنين بالتاسع للعاشر وعندك عش ستة سنين في العاشر وتقيعتين ما كتيش مقيد يعني متاتال تحاجق ببنقولش كلم اخرق تتال والو لانك مني تحدفتي من الاسلاك وحيلتها للمائاش وتغريديك ما كتيش مقيد متاتالش وزادوك اعطاوك ربعات سنين بيش كملو لك الشرط النظامي ودوزوك خلاف اللي المادة تسعود وتسعين بدون كوطة وراجعت يقول لك فتح تحقيق بغينا احنا هاته التحقيق انا را طالب تبيه سبعمائة مرة فتح تحقيق في هذا لان فعلا ما كانت لا دراسة موضوعية لا دراسة تفصيلية لا يديك ليخليك والدليل على ذلك شوفوا غالل لجنة من جابوه جابوه من منطقة الشرقية والجمعية جابوه تهوه من المنطقة الشرقية الجانوبية وشوفوا شكل اللي كان مسؤول اللي كان يشريف على هاد شي من عبلاسته هو كين وكل شد حياته عرفوه المستور وباقين جيوب مقاومة باقي المخلفات ديال ابو صابونا ابو صابونا اللي دار صابونا لكل شيء وده كل شيء وما تيتسالوش وترقاوه لا جاو يديروا تحقيق هادوك اللي ترقاوه خاصهم يرجعوا للسلام العاشر كلهم كلهم بدون استثناء ويردوا الفلوس اللي داو انت الوازير ذاك القرار اللي بناه بناه على مغالطات وعلى معطايات وحيتيات غخاطئة وغاء ومغلوطة وباطلة وكل ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي في المرسوم جول ساعتاش خمسمية وربعة باطل وهدوك اللي ترقاوه كلهم ترقيتهم باطلة وخاصهم يرجعوا المستحقات ويرجعوا السلام اللي من يتحيدوا من الأسلاك كانوا فيه ويرجعوا الفلوس للصندوق لأن الأغلبية ديالهم مرقين ثلاثة المرات وزادوهم الرابعة كلهم مرقين أربعة المرات وزادوا الخامسة في حين أن المعطارة فعالي أن ترقية بالاختيار ما تتفوش جورج مرات خلال مسارك المياني تلقوهم في الفين وثلاثة كلهم مرقين جورج المرات وزادوا الثالثة ويجاد خالمانا وماشي كان هو معني بالطرقية بالمادة ميو 12 بعدك الترخيص الاستثنائي الترخيص الاستثنائي جاء من أجل الفئة اللي توظفت بالباكالوريا وتعينت بالتامن لفواج من 80 تلستة وتمانين هداك الشي علاش الفواج الأول مني كانوا دير المظلومي يعليش بنوال منو خاسوا تكون مخرج من CFA تكون مخرج من سنتر لاجينا نشوفوا دا الترقاو كان الأغلبية ديالهم ما عمرو حط رجلو ما مخرج من مراكز تكوين المعلمين والشرط كان أساسي أنك تكون دوز مركز تكوين المعلمين اللي تحتاسب كضاحية من الضحايا لأنهم عارفين بأن التمانين هما اللي كله هما اللي يتأخروا هما اللي في 95 كان خاصهم يدوزوا التاسع وكله اللي يمحقهم علاش لأنه باشي قلصوا الاعتمادات المالية نتيجة الإملاءات نتيجة السياسات الفاشلة لما كانش عندها الحكامة والتدبير في الحكامة باش تخلق موارد وكانت تتمديد وهذيك السعبار كان على الديون وأتقلتنا بالديون لأن اللي توضهوا من 88 جاءوا في المكان والزماني الخاطئين لأنهم تعينوا في الوقت ديال التقويم الهيكالي وديالأحداث كل شي تحمل المسؤولية دياله معلم الابتدائي آنداك وعليه كان النظام الأساسي فوق دهورنا إحنا اللي دفعنا فيه التمان وإحنا في الفين وثلاثة كانوا بغي يجبروا الضرار ديالنا وبغوي يسرعوا الترقية تسريع الترقية من التاسع إلى العاشر ووضعوا التاسع في طورة القراءة بناءا عن جميع التجاوزات اللي ذكرته ساليفا كان خاصتك خمسة وتسعين دوز تاسع ما دوزوناش عدنا 12 سنة في الثامن ومدذناش التاسع في خمسة وتسعين دوزول في هذيك السنوات لتدفوق عشر سنوات ديك ربعات سنين. لتدفوق عشر سنوات ديك ربعات عشر سنة باجتزنهم التاسع. تيجوا اللي توضفوا قبل من تمانين توظيف هذيك السبعينات. لانه كانت عندهم الاقدامية العامة. ومديزين جوجت مرة تولي ثلاثة. ويدوزوا للمرة التالتة ولا المرة الرابعة. ويسرقوا منها المناصب المالية دينا. ويتقاعدوا صدفتان بعد الفين اطناعش. وبعد الفين وستاعش. لان هذيك اللي كانوا تترأسوا الجمعية كل اللي كان عندهم يعني ابناء العاشرة. وكانت عندهم هم في جداهم في العرس. تيدوزوا تيرضهم هم اللي ضحايا. اللي مرقين ثلاثة المرات. سارقين المناصب المالية. ديزيل غب ستسنين من التاسع العاشر. عندهم ما ستسنين في العاشر. ما مكملين تا عشر سنوات الاعتبارية. مني تقاعدوا ما كانش مقيدين ما تتسالوا التلاشة حاجة. ويعرضوهم ضحايا. ويرقوهم. وباقي الراجعين تيقول لك هل من مازين. اللي اصلا كانوا من متضررين. وهو معلش كانوا جابوا هذك الاعتراف بالمضلومية. لان الاعتراف بالمضلومية جاء خارج المعايير القانونية. دي الترقي. علاش جابوها? باش ينصفو الفيئة اللي اتضرت. اذا كان خاص الفيئة اللي اتضرت هي اللي الترقة. مشي الفيئة اللي غير متضررة وغير مشمولة بهذاك الاعتراف بالمضلومية. اللي غير مشمولة بالمضلومية. للي تسبق واش قال المرة احدى ولا اللي مرقي ثلاثتة مرات. المرقي مرة واحدة ولا اللي مرقي ثلاثتة لمرات. اللي يداز بربعة عشر سنة ولا اللي يداز بستة سنين. ويعاودي يرقوه تاني بستة سنين. بالتاسع لي العاشر بستة سنين. ويعطوه تاني ويعاودي touصه مني الوزن مني الى عاشر ل ARS بستة سنين. في حين ان السلم التاسع هو اللي توضع في طور الانقراض. اذا هذك المظلومية خاصة تنصف الناس اللي باقين في الزنزان التاسعة اللي متقاعدين بالزنزان التاسعة. ماشي العاشر اللي توضع في طور الانقراض. باش نجو ننصفوهم ونعوضوهم. اللي قاعدوا بالسلم التاسع وكانت عندهم ترخيص استثنائي. كان خاصهم يدوزوا من السنة اللي تقيدوا فيها. من اجل الترق الى السلم العاشر. على اساس خمسة عشر. ست سنوات فقط في السلم التاسع. ويتحتسب لهم اداريا. ويحتسبوا لهم ماديا. اما من سنة تقاعد ديالك. واما بالنسبة المزويل من فاتح من فبراير الفين اسبعة. يتحتسب ماديا. هلش كلش ما داروش. لان الاعتماد المالي كانوا تعطوه صحاب الانز. واللي بقاق تعطوه صحاب الاجازة. واللي بقاق تيجو يدوه لنا هدو بالاقدمية العامة. اللي تقاعدوا من بعد الفين اطناعش والفين وستاع عشر. ولو ديرين هم هما لضحايا النظامين. وتقاعدوا الناس بالتاسع. مقيدين في جدوية الترقي. قبل ما يتقاعدوا. قبل ما يتحدفوا من الاسلاك. كانوا خارجين في اللوائح ومقيدين. واللوائح ديالهم خرجت اكتر من ثلاث سنوات. قبل ما يتحالوا على المعاش. كانوا تربطهم رابطة وظيفية. ووضعيتهم قيد الدراسة. وتترق وتتتخيدوا في الجدوية الترقي. وتتخرج الاسماء ديالهم في اللوائح ديال الاختيار في الفين وثلاثة الفين واربعة الفين وخمسة. وتقاعدوا. ويعيطوا عليهم تقاعدوا في الفين وخمسة. وعيطوا عليهم في الفين وستة. وقيدوهم. دلوا اللي هم لوائح ديال المتقاعدين. على اساس غد يترقاوا. وتخرج اللوائح في الفين وسبعا. ويغمقوها ويدمسوها. ويخلوهم يتقاعدوا. بالسلم التاسع. حق ما حقا. خدسونا نطبقوا فيكم الكوطة. في حين ان جميع المتقاعدين تطبقوشهم الكوطة. مرة يقول لكم الكوطة. اللي اللي طبقنا فيكم الكوطة. وموصلتوا هاش. وحنا متقاعدين. ومقاعدين في ذوي الطرقي خارج اللوائح ديال اكثر من ثلاثة سنين قبل ما نتحلوا على المعاش. ويعيطوا علينا في الفين وستة. ويقيدونا كمتقاعدين لائحة بالنسبة للمتقاعدين. على اساس بشي يرقونا. مرة يقول لك را طبقنا فيكم عشر ساعة. الشرط الحصيص السانوي. يعني المادة تعدو تسعين. يعني الكوطة. ومرة يقول لك را مكملتوش على سرات سنين. في حين انه عشرة سنين. الشرط النظامي. اللي ورد في المرسوم جوج صيف الربعة. اربعمائة وثلاثة. هذا ما تنشر حتى التعود فبراير الفين وستة. ويسري من تاريخ يعني نشره مفعول دياله تسري على الناس من الفين من من تسعود فبراير الفين وستة. تاريخ النشر دياله في جريدة الرسمية. ولو بعد الخطرات يقول لك را مكملتش عشرة. في حين احنا استفدنا وقيدنا بترخيص استثنائي. ثاني الوزير الاول فتح اه اه ادريس جلطو. ثاني وزير المالية بالعطف فتح الله والعلو. ثاني اه وزير تحديد القطاعات بالعطف بوسعيد. ما افقين عليه. ترقية استثنائية. خاصة تدوز. هنا فيه وثلاثة خلال اه اربع سنوات. اللي تقاعد خاصة يدوز اوتوماتيك مو. ويجو عطي يقول لك را ما كملتش عشرة السنين. والمادة مية وخمسطاعش. اللي جات باش تعودنا بالسنوات الاقدمية الاعتبارية. لانها ديزنا بربعة عشر سنة من الثامن للتاسع. ما تنستفدوش منها لحد دي الان. واللي مترقي ربعات المرات. وترقينا مرة واحدة. تامن تقاعدو بالتاسع. واللي مرقي اربع مرات. وده يزمن التاسع للعشر بست سنوات. ومن العاشر عندها ستة سنين. اده وزن.